المحطة الثانية المحطة الثالثة وهي انطلاق الأشغال لباب غلي لوضع كل ما يمكن وضعه في إطار حتى تمر هذه المفاوضات في أحسن الظروف والمحطة الرابعة هي إعطاء كل المساحات بالنسبة للدول المشاركة في المنطقة الزرقاء التي تحت إمارات الأمم المتحدة ولكن كذلك بالنسبة للمنطقة الخضراء للمجتمع المدني والمقاولات الخاصة والمحطة الأخيرة وهي وضع كل الأنشطة الموازية لتطعيم وتنظيم كل المواضيع التي تشملها الكوب 22 بالنسبة للأهداف ثلاثة أهداف الهدف الأول وهو الإشراف على التنظيم المحكم لهذه التظاهرة في شهر نوفمبر الهدف الثاني وهو إعطاء صيغة تنفيذية وصيغة لأجراءة كل قرارات باريس والهدف الثالث وهو الربط ما بين التغييرات المناخية وهدف التنمية المستدامة حتى يكون المغرب في مقدمة دول التعاون جنوب جنوب في الماء في الأمن الغدائي في محاربة التصحر وفي الطاقة المتجددة في وضع هذه الهياكل بالنسبة لدول الجنوب خاصة الإفريقية ترجمة نانسي قنقر